السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معي زيكم عاملين ايه ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض فيديو خفيف جدا هنعمل مع بعض تعصيج اللحمة زي ما انتم عارفين احنا بنحتاج اللحمة المعصجة في وصفات كتير جدا وخصوصا في عزومات رمضان فاحنا هنعملها ونجهزها وتبقى الجهزة معي في اي وقت هتجي بيها وتعمليها اه انا عارفة ان كلكم شطر وبتعرفوا تعملوها بس انا حبيت عملها معيكم لان انا بزودها اضافات كده بتخلي طعمها ولونها في ونتاج جميل وهنشوف دلوقتي ايه هي الاضافات دي في المقادير يلا بقى نبدأ على طول في المقادير اولا انا معي طبعا اللحمة الكمية اللي انت حبها تعمليها ممكن تزود الكمية وتعصيها وتخليها عندك في اكياس في الفريزر وقت ما تحتاجيها تلاقيها طبعا كمية البصل على اه 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 كمية اللحمة معي كمان التوابل فلفل اسود بابريكا بصل بودر طم بودر كمون وكسبرة وكمان توابل لحمة ممكن تحطي كمان السبع بغرات الاضافات بقى اللي انا بزودها عبارة عن الجزرة مبشورة وكمان اه 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 ارنفلفل اخضر ممكن اه تزودي كمان فلفل حالة لو انت حبه وكمان الاضافة التانية عبارة عن معلقتين صلصة او عصير طماطم بيدوها لون حلو قوي وكمان بيتعوموها قوي تمام اه اول الحاجة هنعملها مع بعض هنحط كده زبدة مكعب زبدة ومعلقتين زيت في حلب ومجرد ما يسيح الزبدة هنبدأ نحط البصل ونقلبه كده بسرعة اه انا عايزة البصل يدبل بس مش عايزة يحمر كده ويغمق معي تمام هاخده تشويحة كده مع الزبدة وابدأ احط باقي الخضور انا اه حطيت الفلفل وي الجزر زي ما قلتلك طبعا اه الخطوة دي اختيارية بس بصراحة هي بتديها طعم حلوة اوي اه وكمان بتزود الكيمة الغذائية بتاعتها يعني كمان حطيت التوابل علشان رحة بتاعتهم بتطلع كده مع البصل بتبقى حلوة اوي وحطيت اللحمة ده كيلو من اللحمة المفرومة وقلبتهم مع بعض وهبدأ بس احط ازود الملح ومع لقتين الصلصة زي ما قلتلكم الصلصة بتديها طعم حلو وكمان لون احلى هقلبها مع اللحمة وهحط بس يعني تقريبا ربع كباية مية علشان اللحمة والصلصة يبدأوا يغلوا مع بعض كده با ربع كباية المية ويتشربوا كده من بعض آآ وبكده نكون خلصنا احلى لحمة مع الصجة بتعمليها في دقايق آآ طبعا زي ما قلتلكم كنت تزودي الكمية وتحطها في اكياس في الفريزر تبقى جاهزة معاكي اتمنى فيديو النهاردة يكون اعجابكم آآ بس لو اعجابكم ما تنسوش اللايكات والاشتراك في القناة ويتفعلوا زياجك درس للكل علشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته